حضر جلالة الملك عبد الله الثاني حفل إطلاق المجلس الاستشاري الدولي لتطوير الأراضي المجاورة لمنطقة المغطس وسيعمل المجلس على تقديم رؤية لتطوير الموقع كمقصد للحج المسيحي من خلال تعزيز البنية التحتية لاستيعاب الحجاج والزوار من جميع أنحاء العالم ويضم المجلس الاستشاري خبراء من جميع أنحاء العالم في مجالات السياحة والثقافة والتنمية والضيافة والتراث وغيرها ويعد موقع عماد السيد المسيح المغطس أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع المسيحيين ويستقبل الحجاج المسيحيين من جميع الكنائس في العالم وحضر حفل الإطلاق سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس وعدد من كبار المسؤولين وعضاء السلك الدبلوماسي في عمان